نفسي قضية طاعت وليه الحمد أنا دعوة تكون جديد نحن الآن أولاك الأمر موجودين لا تنطبق عليهم هذه الطاعت بسبب أن منهم المتغلق ومنهم الوارد ومنهم اللي لا يحكوا لنا الجرد فهؤلاء ليسوا يعني حقام شرعيين فلا ينطبق عليهم وقد يدفع بالشباب والتمرق طبعاً هذا الشبهة تنطل على بسطاء الناس وللرد عليها وبيانها من قضيتين أول شيء الحكام الذين حيحكمون الآن الدول الإسلامية نوعين أول أحرى الناس نوعين يا كافر يا مسلم فنقول له اخلص اللي تتكلم عنه كافر أو مسلم إن قال مسلم لك يسمع الطاعة ما تخرج منه ورح يدرعاتي على قضية الشبهة هذه وإن كان كافر ينظر عندك قوة عندك قدرة ولا أسكت ولا دول أوروبا كلها كفار فيها مسلمين هنقول للمسلمين أخرجوا على ولاة أموركم إذن حقل الدماء العقل مسألة عقلية بسيطة جداً ودين الإسلامي بسيط جداً إذا في الأول قضية حدد لي كافر المسلم هذا لأن الحديث يقول إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان وعد له ما صدعته من قوة إذن عندك خمس شروط إن قال مسلم أسمح لي مسلم الرجل منعنا من أن نخرج قال حديث طاعة كثيرة وأن جلل ظهرك وأخذ مالك وأن فعل وفعل شياطين في أثواب إنس اسمع وأطع أثرة عليكم إذن تحاديث أثرة عليكم تعرف لهم وتنكر أحاديث كثيرة كلها توصف بأن هذا الولي أو هذا الخليف أو هذا الإمام لاسق فيه ما فيه من البلاوي لكن مسلم لازمنا فيها المحطة هذه مسلم عاصي فيه بلاوي أقول للمسلمين بلاوي زرقه زين لكن كل الأحاديث بيّنت ما قلالك والله يقولون لا نسألك عن طاعة التقي يقولون الصحابة يا رسول لا نسألك عن التقي تقي نطيع طبعا ولكنك عن من فعل وفعل وذكر الشر قال أسمع وأطع وحديث سويد بن بن غفل عندما غمزه قال أمر رضي عنغ أسمع وأطع أحاديث السمع وطاعة عدت أكثر من مئة حديث موجودة كلا السمع وطاعة لكن الجاهل مشكلته نأتي الآن القضية الثالثة قد يتموش شرعي ومش شرعي أقول له من الآخر عند القوة ولا لا يعني بنزل عليك كل العقوبات ولا لا أخلص هو القوي تهت السالفة هو القوي لا تقول لي والله لأنا برحجرني إلى محطة بناقشني بنقاش أقدر أغلبها بعدين ما عندي مشكلة عندي أدلتي لكن أخلص معه يتحكم فيك ولا لا اشتا بتسوي له أولا تقولنا مسلم ما يجوز تخرج عليه أنت عندك فلسفتك الخاصة تبتخرج عليه عندك قوة أخلص ما عنده شيء رجل ما عنده شيء طبعا هذه كله حتل عنده قوة ما يجوز حتل عنده قوة بس أنا اللي ما يجي معك انتعل معك ما قشه الألباني فيظل بأن السمع وطاع الإيماء للخليفة المسلم وانفعل 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 لهذه الحاليث كلها إن كان كافرا ينظر عندك قوة ما عندك حقنا لدماء المسلمين أصبر واشتغل بالدعوة وكثر سواد المسلمين حتى الله سبحانه وتعالى يقويك والعلى لا يهدي ذاك الكافر لكن المسلم ما تخرج عليه أبدا ولذلك قال عماء وهذه الخاخات بتقول ولكنوا يعرفون هذا الأمور ولكن نحب تذاكرها تنصيب الإمام إما بالتسكية كما يقال وإما عدد لك شيخ صاحي الفوزان وغيرها الطرق ومنها المتغلب ومنها المتغلب يأتي العباسية متغلبين هل خارج منهم واحد من السلف العباسية دولة متغلبة جاءوا بحدهم وحديدهم ووخروا الأموية والأموية خذت طريق قبل ذلك أحد أحد أنواع الخلافة وكذلك أبكر الصديق بالتعيين عمر بن الخطاب بالتعيين عثمان بن عفان في ستة علي بن أبي طالب بإجماع الناس عليه إلا معاوية والفتنة التي صارت ومعاوية أجمعت الناس عليه بتنازل الحسن والله وأنا أقسم وليس بحانث لا يفقهون شيئاً ومن فقه منهم ففي بطنه شيء رجل صاحب هواء والله علاء وعلم أقسم and أقسم وليس بحانث ولكن من فرج تريد أن見 أحساس ولكن من فرج تنيف أبي طالب البطال وعلم ستنهب أحساس كثاء